شارك حوالي ثلاثون شاباً من الراغبين في تعميق معارفهم في المجال المناخي والبيئي في النشط الأول لبرنامج مدرسة التربية على المناخ مدرسة التربية المناخية هو برنامج مشاركة مع دار أمريكا الهدف منه هو خلق واحد الاسباس دي الشباب من أجل يكون حوار حول القضايا والضواهر المناخية الشادة الأنية التي نعيشها اليوم البرنامج يستهدف نحو خمسمائة شاب جهة الدار البيضاء أسطات وذلك بهدف تعزيز المشاركة المواطنة للشباب في الدفاع عن البيئة وخلق شبكة من الشباب المغاربة المؤهلين لمواجهة تحديات تغير المناخ في هذا المشروع هذا نهدفه في الشيق الأول أننا نربيهم على المناخ يعني أنهم يعرفوا شنو هي التغيرات المناخية وشنو هي المشاكل البيئية كذلك في المشروع كنركزوا بزاف على التقاطع ما بين تغيرات المناخية والمشاكل البيئية مع جميع مناحي الحياة يعني مثلاً سيكون ورشات على المناخ والصحة المناخ والنوع الاجتماعي كذلك المناخ والسياسة واللونجاج موديج ومن بين خمسمائة شاب من المشاركين في البرنامج سيتم اختيار خمسة وعشرين من حاملية البشاريع والأفكار التي لها تأثير إيجابي على المناخ